السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الثلاثاء 6 حزيران يونيو طبعا اليوم في مفاجآت وفي إنجازات تقريبا لجميع الأبراج القمر اليوم موجود في برج الجدي هو الآن موجود في منزلة ساعة الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 4 و 38 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء لينتقل بعدها لمنزلة ساعة بلع وهي للعلاج والفراق وتلاف الأموال والحرية وبما إن القمر موجود في برج الجدي معناته من عود لطبعتنا الجادة من حاول إنجاز عمل متراكم نجد إن الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح تشاؤم أو على البعض منا علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو شراء بوليس التأمين أو عقد تأمين أو مراجعة شريكات التأمين طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم في عنا زاوية جديدة رح تظهر على الساحة للأيام القادمة هي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين نبتون وهذه تأثيراتها رح تبدأ من اليوم 6-6 ورح تستمر حتى يوم 12-6 طبعا ذروتها يوم 9-6 الساعة 9 و14 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بنصبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة بتجعلنا غير منطقيين أو بتجعلنا منطقيين أكثر في التفكير بتعمل برضو على نوع من أنواع الاستقرار النفسي بتخلينا واضحين أكثر بأفكارنا وأعمالنا وتحركاتنا ممكن ننجز كثير من الأعمال الصعبة خلال هاي الفترة اللي إلها علاقة إما بالأعمال الحركية والأكثر أهمية هي الأعمال الفكرية بتدل على اهتمام وسائل الإعلام والجرائد بالمواضيع المرتبطة بالأمور البحرية والأسطول البحري والأمور اللي إلوا علاقة بالسوائل والمشتقات النفطية وبرضو بتكثر الكتابات والمؤلفات الدينية والعقائدية والمواضيع الفنية ومواضيع إلها علاقة بالموضة والفن السابع والابتكار والتكنولوجيا المتطورة اللي إلها شوي بالخيال يعني أشياء من الخيال بتظهر على الساحة أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين الزهرة وبين بلوتو وقلنا إنه هاي تأثيراتها ليوم عشرة ستة طبعا بتدفعنا للعنف تجعلنا مزاجيين عدوانيين عصبيين ممكن تنتهي العلاقات الضعيفة بشكل مفاجئ وبرضو بتسبب خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية فعشان هيك بتكون تحذروا من العنف والعدوانية وما تخلوا مزاجكو يسيطر عليكم التقلبات المزاجية لأنه زي ما حكينا أنه فيه نوع من أنواع الخلافات ما بيننا وبين الأحبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين عطارد وبين أورانوس وهاي مستمرة بتاثيراتها لغاية يوم سبعة ستة فعشان هيك ما زال فيه نوع من أنواع التشتت الفكري وعدم التركيز فعشان هيك شوي من لاقي صعوبة في إيجاد بعض الحلول لبعض المسائل نتقلب بالمزاج وبرضو في نفس اللحظة هاي إلها علاقة بالكتابات السياسية والأمور اللي إلها علاقة بالصحافة بشكل سلبي يعني أو بعض المقالات اللي بتكون متهورة أو فيها بعض الأخطاء اللي ممكن يحاسب على أثارها الكتاب والسياسيين والصحفيين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين المشتري وهاي وإن أن تاثيراتها مستمرة ليوم عشرين ستة طبعا ذروتها هي يوم 11 ستة الساعة 33 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش يعني تاثيراتها من اليوم ليوم عشرين ستة هاي زاوية بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في ذلك برضو بتخلق بعض الرغبات الغريبة لدى البعض بتسبب إضطرابات في علاقاتنا العاطفية وصداقاتنا تدفعنا للمبالغة في النفقات ولا تحقيق رغباتنا والإفراط في الأكل ممكن يسبب لنا نوع من أنواع لإضطرابات الصحية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين نبتون وهاي الزاوية تاثيراتها مستمرة ليوم ثمانية ستة تضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لإلنا وبرضو بتجلي بنا نوع من أنواع السعادة والعاطفي على المستوى العاطفي وأمور إلها علاقة بالمستوى الفني وبتسمح لنا بتحقيق مشاريع مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين المشتري وبين زحل وهي تاثيراتها مستمرة ليوم خمسة عشر سبعة طبعا ذروتها يوم تسعة عشر ستة الساعة ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة بعد العصر هذه الزاوية بتدعم من وضعنا المادي والمهني أو الاجتماعي وممكن نحصل على ترقية أو مركز أكثر أهمية وبتزيد من إحساسنا بالأمن والسعادة المادية وهي فترة مناسبة للاستثمار واقتناء ملك عقاري وتأمين مستقبلنا أو مستقبل المقربين لا إلا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين المريخ وتأثيراتها مستمرة ليوم اتناش ستة هذه الزاوية بتعزز قدرتنا على القيادة وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة بتزيد من ثقتنا بأنفسنا وبتمنحنا الطاقة والشجاعة وبتدفعنا لنكون فعالين ومؤثرين وقياديين بوسطنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهي تأثيراتها مستمرة ليوم ثلاثة ستة طبعا هاي الزاوية بيحقق البعض تقدم على حساب الآخرين وعشان هيك هاي الزاوية بتدفعنا للعنف تجعلنا عدوانيين مزاجنا سيئ بتسببنا خلافات في حياتنا الحميمة فعشان هيك بتكونوا حذرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وتأثيراتها مستمرة لغاية يوم اثنين وعشرين ستة طبعا هاي الزاوية بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي فعلينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا ممكن تضرر بشكل خطير يعني ما في داعي للمغامرات المالية نهائيا أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل اليوم أو اليوم ذروتها أول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين زحل وهي رح تكون ذروتها الساعة 7 و11 دقيقة من مساء اليوم الاثنين بتوقيت جرينج ولكن تأثيراتها بتبدأ من ساعات صباح يوم الاثنين وبتستمر حتى صباح يوم الثلاثاء نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل بتعزز لدينا الحس بالمسؤولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر تمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهذه الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 15 دقائق عصرا من عصر اليوم الثلاثاء ورح تستمر تأثيراتها من صباح يوم الثلاثاء وحتى صباح يوم الأربعاء بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك برضو هاي بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية التلفزي السينما التكنولوجيا والميل لكل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد وهذه تأثيراتها أو ذروتها رح تكون الساعة 39 دقيقة مساء من مساء اليوم الثلاثاء ولكن تأثيراتها بتبدأ من ظهر يوم الثلاثاء وحتى ظهر يوم الأربعاء نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى سرعة البديهة وبتزيد من خيالنا وبتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا بتمنحنا كفاءات لأمور التجارية بتزيد من ثقتنا بأنفسنا نتألق بفضل سهولة تعابيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديث إيجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهي رح تكون صباح يوم الأربعاء يعني ساعة 34 و39 دقيقة صباحا من صباح الأربعاء ولكن تأثيراتها بتبدأ من مساء يوم الثلاثاء وبتستمر حتى عصر يوم الأربعاء بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث عليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن ديكور تجميل ويعني ممكن شوي هيك تعمل نوع من أنواع التقلبات على المستوى اللي إلو علاقة بالأمور البحرية أو النفطية أو الأشياء اللي إلها علاقة بهاي الأمور وبرضو بتعزز الأمور اللي إلها علاقة بالدين أكثر والشفافية أكثر والروحانيات أكثر بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة والعظام الأسنان الأوتار الأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن هذولا الأكثر حساسية طبعا بالنسبة للعمليات الجراحية ما زالت الأجواء لا تصلح لإجراء العمليات الجراحية الكبرى تصلح لعملية اللي هي لعملية المعالجات أو المتابعات الطبية أو إجراء فحوصات أو عمليات صغرى بالنسبة للعمليات التجميل طبعا برضو نفس الشيء بما أنه الشعر والجلد أكثر حساسية فمنقول يعني أمور إلها علاقة بالجلد أو بالبشرة تكون خفيفة بما إلها آثار كبيرة ما فيها أي مشكلة بالنسبة لأمور الشعر طبعا هاي الفترة برضو لا تصلح لإزالة الشعر الزائد لأنه الشعر أكثر حساسية وممكن يهيج الجلد ما زالت برضو تصلح لقص الشعر التجميلي صبغ لا الحنة يصلح لهذا الأمر بالنسبة للقمر بما أنه في برج الجدي خلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعة سبعة ستة بيبدأ في تمام الساعة أربعة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بيستمر حتى تمام الساعة ثمانية وواحد واربعين دقيقة صباحا لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره ثمنتاشر يوم في تمام الساعة سبعة واحد وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بيصير عمره تسعتاشر يوم نسبة الإضاءة تسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة سعيدة بنسبة ثلاثين في المية القمر في الجدي حتى يوم سبعة ستة سعيد بنسبة ستين في المية الآن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة سبعين في المية عطارد في الثور حتى يوم 11 ستة منتحس بنسبة عشر في المية الزهرة في الأسد حتى يوم ثلاث وعشرين سبعة بعد من بده تبدأ بالتراجع منتحسه بنسبة خمس وعشرين في المية المريخ في الأسد حتى يوم 10-7 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 4-9 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 30-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 11-6 منتحس بنسبة 30% طبعا لا تنسوا اللي بقولوا ليش بتظلك تقول لايك وكبسوا على الكبسات شو أقولكو يعني؟ تكبسوش على الكبسات؟ طيب تكبسوش على الكبسات اللي تحت ماشي؟ ما حدا يكبس على الكبسات الله يرضى عليكو عشان نرضي اللي بدوشي أنا نظن نقول تكبسوش بلاش يزعل؟ وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا تتركز الجهود اليوم على العمل والعلاقات مع المسؤولين ويعتبر هذا بيت السمعة فعشان هيك بوسع كل يوم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة واليوم مميز جدا وممكن يعملك نوع من أنواع المفاجآت اللي تكون لصالحك إذا كانت مع علاقاتك أو معارفك أو دعم من رؤسائك ولكن بدك تحذر أنه ما بينفعك لا العناد ولا التحدي حتى لو اشتدت الضغوط حاول أنك تجد مبررات لعملك بشكل منطقي ويظهر مهاراتك صحيح أنه الأجواء فيها بعض الضغط ولكن عندك قدرة اليوم على إتمام كثير من الأمور وتعطيك نتائج إيجابية أهم شيء أنك ما تجازف وما تغامر برضو ومخالفة القوانين وما تعمل أي شيء ممكن أنه يشوه سمعتك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتنشطوا في مجال أي شيء له علاقة بالسفر البعيد أوراق معاملات اتصالات تزداد رغبتكم برضو التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم اللي عندهم امتحانات جامعية أو عندهم مقابلات الفترة هاي ممتازة جدا وممكن يصلكم خبر من بعيد يصر بالكم يعني يكون في مفاجأة أو إي شيء له علاقة بالدراسة برضو بكون نتائجها إيجابية عشان هيك يحاول أنك ما تجعل أي شيء يحبطك التطورات اليوم غنية بالفرص بتنحسر عواصف الفترة الأخيرة والضغوطات اللي كانت موجودة فعشان هيك الأمور رح تتركز اليوم على أمرين الأمر اللي له علاقة بالمادة والأمر اللي له علاقة بأي شيء من خارج البلاد أو من أجانب أو على المستوى الدراسي برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم التركيز كله على الأمور المالية المشتركة يعني اللي معك شريك فيها فممكن موليد الجوزاء اليوم يهتموا بموضوع العلاقة بالفواتير العلاقة بمال الزوج أو الزوجة أمور قرض أو بنك مراجعة تأمين ضريبة ممكن تنظموا أموركم المالية بشكل جيد وبرضو بتظل الفترة هاي متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ممكن للمطالبات المالية برضو جيدة ولكن مغامرات مالية ما بنصح فيها ممكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم شوية تكون بحاجة لرعاية أهم إشي إنك برضو ما تتشبث بمواقفك وتكون متصلب بالرأي حاول إنك تكون مرن وناقش بليوني ودبلوماسية وعبر عن أراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة يعني الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية الداعمة لا إلك برج السرطان بالنسبة لما أوليد برج السرطان طبعا الاهتمام اليوم رح يكون على مستوى الشراكة الشراكة المالية والعاطفية وتعزيز العلاقة ما بينك وبين الزوج أو الزوجة المصالحة أو مع شريكك بالعمل ترتيب وضع عمل معين أو اتفاقية معينة يعني الأجواء فيها إيجابية حتى لو تراجعت عن قرار سابق خلال هذا اليوم أو بادرت بالمصالحة بتكون جيدة وهذا اليوم مناسب أيضا للقيام بأعمال مشتركة لا برضو ما تنسى أن القمر موجود مقابلك بنزل من طاقتك شوي فعشان هيك بتخليك شوي في بعض الأوقات متوتر أو في ضغط نسبي عليك عشان هيك هدئ من روعك ما تنفعل ما تعصب ما تواجه ما تفتعل المشاكل أو تكبر المشاكل لأنها ما رح تكون لصالحك فعشان هيك حاول أنك تتمشي الأمور وتكسب من الإيجابيات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر الآن يعتبر يعني في بيت العمل والصحة فعشان هيك اليوم بيتركز كل مجهود موليد برج الأسد على أعمالهم وإنجاز بعض الأعمال ممكن تتراكم بعض الأعمال عندهم أو يضطروا للعمل لساعات إضافية أو يكون لهم نوع من أنواع التواصل أو التعامل ما بينهم وبين زملائهم في مسألة خاصة بعض موليد برج الأسد ممكن يجيهم خبر مفاجئ عن عمل جديد أو فرصة جديدة تدخل على حياتهم لها علاقة بالعمل أو ترقية ترفيع وتعتبر فترة جيدة على المستوى العملي ولكن احذروا من بعض الاستفزازات ما تتوتر وتعصب اليوم وتضيع يومك على أعمال ما لها أي قيمة أو مش مهمة يعني اعمل بالإشي المهم وانتبه برضو من بعض التقلبات الصحية اللي ممكن أنه يكون فيه لها نصيب خلال هذا اليوم لمراجعة طبية أو فحصات أو تشعر ببعض التعب من كثرة الإرهاق برج العذراء من نسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر اليوم في البيت الخامس مستقر والإدزوايا إيجابية ودعمة لإلك بقوة فعشان هيك اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لممارسة هواية لأمور العلاقة بتغيير النفسية للترفيه للتقرب أو التفاعل مع الأبناء أكثر خيالكم خصب جدا اليوم على المستوى العاطفي أيضا بيدعمكم بشكل جيد يعني منقدر نقول أنه هذا اليوم مناسب للنشاطات الفنية والأجواء بتحمل نوع من أنواع السحر أو المفاجآت السعيدة وبتكون نظرتك للحياة متفائلة ممكن شوي بعض الأمور اللي ارتكبتها بالفترة الماضية تسبب لك نوع من أنواع التوتر وتحاول تتراجع فيها برضو الجاء الفترة هاي جيدة للمصالحات والتقارب مع الأحبة أو الأبناء بشكل جيد برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم التركيز إلو بيت تعلق بالبيت والعائلة أكثر إشي فاليوم بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن يكون فيه خبر أو حدث عائلي مفرح شوي هيكي يغير هالأجواء المضغوطة اللي لك بتعاني منها فترة على المستوى برضو اللي إلو علاقة اللي بده يستأجر بيت بده ينقل من بيت لبيت بده يعمل ديكوري جديد برضو فترة ممتازة شوي أنت في بعض الأوقات ممكن تكون مضطرب الإحساس أو مرهف الحس بعض الشيء فعشان هيك بدك تضبط أعصابك حاول أنك ما تغضب لأنه الأجواء مش مساعدة على هاي الأمور خلي علاقاتك العائلية لأنه من خلال هاليوم إلك مكاسب كثيرة بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم نشاط عالي جدا عندك اليوم ما رح تهدأ وطيرتك من كثرة الحركة والاتصالات والتنقلات والنقاشات واللي عنده اليوم برضو امتحان أو عنده مقابلة رح يبدع بشكل جيد وبتمتعوا أنتو اليوم بسرعة بديهة عالية جدا وممكن تقنعوا أي شخص بوجهة نظركم اللي بيشتغلوا في مجال التجارة أو التسويق أو المواصلات أو الإلكترونيات كلهم هدولة اليوم بيبدعوا بشكل كبير وممكن يكون اهتمام لبعض موليد برج العقرب بالسيارات أو بالأمور الأجهزة الإلكترونية فعشان هيك اليوم تقدر أنك تبرر عن مشاعرك أكثر وعن مواقفك على الأمور اللي لها علاقة بالتنقلات والاتصالات الامتحانات العواطف تعزيز العلاقة مع الأحبة يعني الأجواء شاملة بكثير من الأمور وممكن يجيك خبر مرضو جيد برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم التركيز رح يكون على المستوى المالي فاليوم يفتح لكم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن تجيهم مفاجئة زي نوع من أنواع الدعم أو المساعدة أو حتى إنها قرض أو حتى انفراج مسألة مالية وأشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة ممكن تحتاج لمساعدة بعض الأشخاص أو طلب المساعدة في مسألة معينة واللي بده يطلب أساس المساعدات مالية اليوم مناسب لإلك ولكن أهمش أنك تقلل من مصاريفك وفي نفس اللحظة انتبه على أموالك من السرقة أو الضياع أو المصاريف اللي ما إلها داعي يعني الأجواء إيجابية ودعمة بشكل قوي عشان هيك يحاول أنك تستغلها بهذا الاتجاه برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم الطاقة عالية جدا لأنه القمر موجود عندكم بشكل زوايا قوية فاليوم رح يعوض كثير من التعب والإرهاق والتقلبات الصحية والنفسية اللي عشت فيها في الأيام الماضية فعشان هيك اليوم بتبدأ فترة ممتازة جدا بتعدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم السيطرة على زمام الأمور حاولوا أنكم تبحثوا عن أي شيء جديد يغير من مزاجكم يعطيكم طاقة أعلى بتعيشوا اليوم فترة واعدة من الأفراح والنجاحات وأيضا حاول أنك تدخل التنويع في حياتك الشخصية اليوم بيكون فيه انفراج لمسألة ما أو تسوية لمسألة ما أو خبر سار لا شيء ما برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم لغاية بكرة يعني بتكون ديروا بالكو لأنه اليوم القمر موجود واستقرب في بيت المتاعب ولكن بما أنه بشكل زوايا إيجابي ما رح يكون الضغط الكبير ولكن لازم تنتبهوا لأن طاقتكم ضعيفة ممكن تشعروا بالتعب أو تقلب بالمزاج بتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم أو إنجاز بعض الأعمال المهمة هاي فترة زي معروف يعني لما القمر يكون موجود في بيت المتاعب هي فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر وحسم ولكن اليوم بسبب الزوايا الإيجابية ممكن تعززوا علاقة مع جمعيات أو شركات كبيرة أو مع أشخاص مسؤولين أو تطلبوا المساعدة في مسألة ما أو بعض المراجعات الطبية اللي ممكن تكون نتائجها لصالحكم عشان هيك يحاول برضو إنك أنت الضغوط والعراقيل والامتحانات هاي تحاول إنك أنت تجمدها شوي لحد يتما نوصل أو يوصل القمر لعندك اللي هو من يوم الغد فعشان هيك يمشي هذا اليوم بشكل روتيني برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء اليوم نشاط عالي جدا وممكن يجيك اتصال أو حوار أو خبر عن أحد الأصدقاء ويكون داعم لإلك بقوة أو يساعدك في مسألة ما أو يسعدك في مسألة ما ومن موليد برج الحوت اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أو لقاء أو يتوجه لهم دعوة وبتميلوا للتواصل مع الآخرين بنشاط وحيوية ممكن تنجح اليوم في حجد تأييد أو دعم لقضيتك أو مسألة معينة أو بتتحمس للقاء الناس وللتعارف فعشان هيك الأجواء هاي كلها على بعضها حتى اهتمامك لشؤون الأقارب أو أقارب الشريك بتكون ممتازة ولكن اليوم حاول تستغلوا لإنجاز أو إتمام كل الأعمال المهمة وضرورية قبل يوم الغد لأنه يوم الغد القمر رح يوصل لبيت ما تعبك طبعا عشان نرضي الشخص اللي يقول ليش بظل لك تقول كبس على الكبسات لأنه أنا الوحيد اللي على اليوتيوب بحكي هاي الكلمة ولا حدا ولا قناة ولا واحد بقول لك لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل سن البتاع وسن البلوغ وكبسة الهاض ويعني ما حدا بقولها فعشانك أنا أبدأ أقول لكم ما تكبسوش على الكبسات اللي تحت عشان يرضى يعني لأنه إشي مفاجئ صدمة بالنسبة لإلوك هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر